حتى الرسول بولوس لما بحذر ابن تيموثاوس بالإيمان بقوله في رسالة الثانية لتيموثاوس في الإصحاح الثالث يقول هذه الكلمات ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دنسين بلا حنو بلا رضا ثالبين عدمين نزاهة شرسين اليوم المجتمع كله شرس العنف والقتل والدم الأغلبية باسم الدين والاضطهاد طبعا ضد المؤمنين المسحية عاد عن العنف اللي بتشوفه في المدن الكبيرة وبتشوفه في كل مكان غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة لله لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء أو كما قال يسوع هذا الشعب يكرموني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جدا حبا إحنا منحاول نحذر لأنه فعلا ما عادش في وقت الناس في ارتباك الناس في حيرة الناس في تساؤلات الناس في حالة خوف كتير من الناس خايفة من المجهول وكتير من الناس عايشة بيأس وبلا رجاء للأسف الديانات ما قدمتش الرجاء الحياة بعد الموت في الحاضر إنه إذا شخص يؤمن بالله من خلال عمل يسوع المسيح إله حياة أبدية في الحاضر لكن تركت الإنسان يتخبط في المجهول ويتخبط ومش عارف ياخد أي قرار فإحنا كمؤمنين مدعوون أن نميز الوقت تمييز الوقت موسيقى